السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة خمسة هنشرح ان شاء الله جرامر الوحدة الحداشر بتتكلم عن الصفات adjectives وبتتكلم كمان عن الحال adverbals تعالوا نشوفوا الصفات كده بيقول لي we use adjectives to give more information about nouns يعني بستخدم الصفات لإعطاء معلومات أكثر عن الأسماء تعالوا نشوف مثال كده أقول I am a quick runner يعني أنا عداء سريع فهنا وصفت العداء إنه هو سريع العداء دي اللي هي اسم الرنر ده اسم noun وعندي quick دي هي إيه هي الصفة بتاعتي اللي هي الـ adject طيب عندي كمان مثال نقول she is a polite speaker يعني هي متحدثة مهذبة هي متحدثة مهذبة يبقى أنا وصفت هنا المتحدثة اللي هي الاسم noun إنه هي مهذبة ودي الصفة بتاعتها طيب إيه هو الحال we use adjectives to give more information about verbs هنا بقى بستخدم الحال لإعطاء معلومات أكثر عن الأفعال هتلاقوا بقى adjectives ده مكتوب يعني ليه أسامي تانية ممكن الظرف ممكن هتلاقوا لي أسامي تانية بس هو احنا واخدونه في العربي الحال طيب يبقى هنا هنقول كده most verbs are formed by adding all y to an adjective طيب هنا عندي الحال بيكون ليه كذا قعدة احنا هناخد منها بسنة ربعة هنا ثلاث قواعد عندي حال بنضف له الصفة بنضف لها l y يعني عندي صفة زي كلمة bad كده سيء بضف لها l y بقت badly بطريقة سيئة يبقى أنا الصفة عندي كده أول نوع الصفة بحط لها l y كده بحولها الحال يبقى أول نوع بنزود له l y عندي كمان كلمة quick سريع عايزة أقول بسرعة هقول quickly تعالوا نقول أمثلة I run quickly أنا أجري بسرعة يبقى هنا وصفت الفعل اللي هو يجري وصفته بإيه وصفت إن الجري كانت بسرعة طيب she speaks politely هي تتحدث بأدب she speaks politely أنا هنا وصفت التحدث بتاعها إنه هو بأدب يبقى هنا عايزين بقى نحفظ حاجة كده هنقولها اسم زائد صفة فعل زائد حال الاسم معاه صفة والفعل مع إيه؟ مع الحال يبقى أول نوع هنا من الحال صفة بزود لها l y النوع التاني بقى هو لو الصفة دي عندي أخرها y بحزف ال y وبنحط بدلها i l y نقول إذا انتهت الصفة بحرف ال y بنحزف ال y وبنضيف i l y زي happy سعيد هيبقى happily بسعادة heavy ثقيل هيبقى heavily بتساكل وبردو هنا heavy هتلاقوا في الكتب لها معاني تانية heavy heavily بحزف ال y وبحط بدلها i l y يبقى أنا عندي هنا نوعين النوع الأول النوعين في الحال حد دلوقتي قلناهم النوع الأول الصفة بزود لها l y عشان أجيب الحال بتاعها النوع التاني إن أنا بحزف لو هي الصفة دي أخرها y بحزف ال y وحط بدلها i l y طيب عندي بقى هنا في صفات شزة اللي هي irregular adverbals don't end in l y هنا بقول بعض الصفات الشزة لا تنتهي ب-l y زي كلمة good جيد عايزة أقول جيدا أقول well يبقى good هنا دي الصفة الحال بتاعها well طبعا اللي هي الصفات الشزة بقى دي هنحفظها بالحال بتاعها fast سريع هي هي في الحال بسرعة fast برضو كلمة hard مبتهد بجد برضو hard hard الصفة هي هي الحال وفي أفعال كتير طبعا مش صفات كتير بنحاولها الحال مش دول بس الشواز لا دا فيه كتير جدا طيب تعالوا بقى هنحلوا مع بعض كده مثلا هنا he works هنقول he works إيه he works hardly يعني هو بيعقى هو يعمل بجد ثواني نطلع القلم تاني هو يعمل hardly he works hardly hardly طيب number two they speak they speak أنا عايزة أوصف هنا هنا وصفت العمل نفسه إنه هو hardly بجد هنا بقى they speak they speak أنا عايزة أوصف التحدث يبقى أنا أوصفه هنا الفعل بأوصفه بالحال يبقى loudly بالصوط عالي هما بيتكلموا بالصوط عالي she is أوه هنا بقى عندي الإز لما يكون عندي verb to be ما ينفعش أحطه راحال ينفع أقول هي بتكون بهدوء ينفع أقول هي بتكون بهدوء لا أقول هي تكون هادئة وهي سكتة مش هي بسكتة لا يبقى أقول she is quiet هي هادئة she is quiet يبقى لما يكون موجود verb to be موجود معايا في الجملة هنا هاخطر معا صفة he is a نوات designer he is a clever designer يعني هو بيكون مصمم أو منظم أي ماهر clever يعني ماهر مش هقول بقى إيه هو يكون مصمم بشكل ماهر لا ما ينفعش بقى أنا أختار برضو بعد الإز بقى هنحط صفة طيب تمام يبقى كده عندي ثلاثة أنواع بتوع الحال أول نوع صفة بنزود لها L-Y النوع الثاني الصفة بزود لها لو هي أخرها Y بحزف ال-Y وحط بدلها I-L-Y النوع الثالث الصفات الشزت دي بحفظها زي ما هي زي كلمة good تبقى will زي كلمة fast هي هي فاست زي كلمة hard تبقى hard طيب عندي كمان حاجة تانية كده خلصنا جزء بتاع الصفات والحال هناخد بقى هنا أجزاء الكلام عندي أجزاء الكلام بتاعتي بيتكون من نون الاسم عندي كمان adjective الصفة وعندي كمان adverb اللي هو الحال النون اللي هو الاسم بنرمز له بحرف ال-N هنرمز له بحرف ال-N تعالوا نشوف الأول النون وبعد كده نشوف ال-B it's a word that indicates a person animal plant thing place يعني الاسم هو كلمة بتضل على إنسان أو حيوان أو نبات أو شيء أو مكان زي تعالوا نشوف انسال teacher, مدرس, lion, asad, sunflowers ظهرت الشمس, board, sabora school, مدرسة دي كلها أسماء طيب الصفة ال-adjective دي برمز لها a-d-j والاختصار بتاعها a-d-j edge edge it's a word that gives information about nouns هي الصفة هي كلمة تعطي معلومات عن الأسماء زي مثلا والhappy سعيد good جيد beautiful جميل nice لطيف quiet هادئ ال-adverb بقى برضو أختصره ب-adv it's a word that gives information about verbs الحال هو كلمة تعطي معلومات عن الأفعال يبقى الصفة بتديني أو الحاجة ال-اس ما قلنا زي كلمة بتضل على إنسان أو حيوان أو نبات أو شيء أو مكان أما الصفة هي اللي بتوصف لي الأسماء والحال هو اللي بيوصف لي الأفعال أفعال زي إيه بقى نقول مثلا عايزين حال early زي hard زي slowly زي cleverly تمام عايزين بقى نحفظ حاجة اسم زائد صفة فعل زائد حال اسم زائد صفة فعل زائد حال يعني الاسم بيجي معاه صفة والفعل بيجي معاه حال طيب تعالوا هنا بقى نوت بيقول لي كده ملحوظة sometimes we add full to anoint to make the adjective يعني بيقول لي أحيانا بنجيب في المقطع full للإسم اللي عمل الصفة زي كلمة help مساعدة helpful مفيد حول طالصفة sometimes we add the y to the adjective to make a verb دي خلاص عرفنا بقى قلنا أحيانا بنضيف المقطع اللي وي للصفة اللي عمل إيه لعمل حال زي كلمة helpful مفيد دي ما هي احنا قلنا خلاص مفيد بقى اللي هي helpful دي صفة يعني هنا كانت كان الأول كان اسم حولناه لصفة الصفة دي هنحولها بقى الحال helpful مفيد بقت helpfully بإفادة helpfully بإفادة وده جدول من كتاب قطر الندى عن الاسم ازاي بنحوله الادجكتب وازاي بنحوله لكمان يعني عندي اسم حولته لصفة الأول وبعد كده حولته لحال زي كلمة معاونة help بقت متعاون helpful بقت بتعاون helpfully يبقى help helpful helpfully زي كلمة جمال beauty خلتها جميل beautiful بجمال beautifully عندي كمان حرص care هريس careful بحرص carefully عندي فكر thought عميق التفكير thoughtful وعندي بتفكير عميق thoughtfully طيب عندي توطر stress طيب متوتر stressful بتوتر stressfully معنى الكلمات معلشة صغيرة جدا meaning zo معنى meaningful بشكل مفهوم meaningfully عجب wonder رائع wonderful بروعة wonderful متعة joy joy ممتع joy fall بشكل ممتع joy fully أمل hope متفائل hope fall بتفائل hope fully ألم pain مؤلم painful بشكل مؤلم pain fully تمام كده طيب تعالوا نشوف اللي بعدها تعالوا نشوف بقى ازاي نعمل اقتراح نستخدم احدى التعبيرات الاتية عند عمل اقتراح let's بيجي وراه فعل في المصدر let's بيجي معناها هيا بنا لك مثلا let's meet on fridays يعني دعونا نجتمع يوم الجمعة let's meet on friday يلا نتقابل يوم الجمعة let's go to the cinema هيا بنا نذهب الى السينما let's go to the park يلا بينا نروح الحديقة فهنا كلمة let's لما بعرض حاجة او بقول اقتراح كده وبنشوف الناس اللي انا بعرض عليها الاقتراح دول موافقين ولا لا طيب عندي كمان how about what about خدناها الترمي الاول قلنا معناها ما رأيك او ماذا عن بيجي وراها اسم زائد verb معاه ing بيجي وراها اسم سوري بيجي وراها اسم او فعل ومعاه ing مثلا ممكن اقول how about meeting on friday ما رأيك انك تمع يوم الجمعة how about me coming to your house ايه رأيك انا اجي لبيتكم يعني بكترح ان انا اروح عندهم البيت او بستأذن ان انا اروح عندهم البيت how about what about خدناها الترمي الاول بيجي وراها يا اما اس يا اما فعل ومعاه ing اسم او فعل ومعاه ing طيب لو انا هقبل الاقترح ده يعني هو عرض علي كده الاقترح بكلمة let's او بكلمة how about او what about عندي ثلاث طرق اهو طيب لو انا موافق اقول ايه عندي بردو ردود كتير اوي لقبل الاقترح ممكن اقول that sounds like fun يبدو ممتعا ممكن اقول that sounds great fun يبدو رائعا ممكن اقوله cool رائع وممكن اقوله awesome مزهل فممكن استخدم اي رد من دول عشان يعني اوضح ان انا قبلت الاقترح بتاعه كده خلصنا grammar الوحدة الحداشر ويعني شايفه grammar مش كتير اكتروا اسئلة يعني اكتروا اسئلة والماضي البسيط اللي احنا خدناه باول وحدة ده خدناه الماضي البسيط خدناه الترمي الاولاني فالجرامر ان شاء الله هيكون خفيف مش هيكون صعب والحجة يعني شوفكم ان شاء الله مع اخر وحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته